أعتقد أستاذ أنس الكل متفق بأن العراق أعلى من كل الدول وبأن الشعب العراقي ودمائه أغلى من كل شبر في هذه الكرة العرضية كل الوطنيين وكل الشرفاء هذا هو ديدا كل وطني غيور أما أنا تكلمت أعتقد فيه أكثر من برنامج وأتكلمت أيضا بنفس اللهجة ضد الهجمات التركية فلا أعتقد أن أتكلم على إيران معنى أنه أنا ناصب العداء لهذه الجاعة رغم الاختلاف الكثير بيني وبين زميلنا أستاذ عباس لكن أعتقد ليس كل الأمور مثل ما أنتم تشوفوها أستاذ عباس خلال متابعة ديواني خبير أمني كل اللي قدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال حربنا مع داعش على قد طلقة دفعنا ثمنها وفلوسها أما بخصوص إذا تحكي أنه قدم الدماء فهي قدم الدماء للحفاظ على أمنها القومي الإيراني داخل الأراضي العراقية وكم من الدماء قدمت وكم نحن قدمنا بكي نحفظ الأمور